اوفياء الوطنية مساء النور ومرحبا بكم في نشرتنا الجوية اليوم الجمعة 13 قوت 2021 اليوم نحتفلوا بالعيد الوطني للمرأة وان شاء الله كل عام وحرائر تونس حيين بألف خير عشنا اليومات اللي فاتت موجة حرارة كبيرة وسجلنا أرقام قياسية بين البرح واليوم الحمد لله درجات حرارة عرفت تراجع نسبي اليوم بالمناطق السحلية كانت مبينة 32 و38 درجة ببقية الجهات كانت مبينة 39 و46 درجة مميزات تقس وحالة السماء نشوفها من خلال تسلسل قوة القمر الاستناعية تقس كان قليل سحب في أغلب الجهات وكانت أكثر كثفة بعد الظهر مع خلايا رعدية مرفوقة ببعض الأمتار بالمناطق الغربية للبلاد دليل السماء تكون صافية والريحة تكون قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات ودرجات الحرارة تتراوح مبينة 27 و30 درجة قرب المناطق السحلية ببقية الجهات تكون مبينة 31 و34 درجة غدوة تقس يكون قليل السحب في أغلب الجهات ونتوقعوا ظهور خلايا رعدية مرفوقة ببعض الأمتار بعد الظهر بالشمال ومحليا بالوسط ودرجات الحرارة في انخفاض نشوفوا مع بعضنا من خلال قراءتنا التفصيلية بتونس الكبرى 35 34 بنابر 33 بقليبي 38 بزغوان 34 ببنزارة تبرقى 31 41 بجندوبة 39 بباجة 38 بسيليانة 39 بالكيف بتالة 38 نتوقعوا 41 بالقيروان بجهة الساحل بسوسة والمناستير 36 34 بالمهدية 35 بسفاقس وقارقنة بسيدي بوزيد 39 بالقصرين 37 نتوقعوا 41 بقفصة بتوزر 43 بيكبيلي 42 درجة بجهة الجنوب الشرقي درجة الحرارة تكون أقل نسبيا بجابس 34 بجربة 36 39 بمدنين وتطوين ورميدة فيما يخص الملاحة والصيد البحري مناطقنا تعرف استقرار للضغط الجوي والريح تكون شمالية شرقية بخليج تونس ومنطقة سيرات والبحر يكون هادئ وسرعتها الريح تكون بين 55 عقدة بخليج الحمامات ومنطقة أشابة وجربة الريح تكون شمالية غربية وسرعتها تكون بين 55 عقدة مع هباية تتجاوز لـ 40 عقدة والبحر يكون قليل الاثتراب أما بخليج جابس الريح تكون شمالية شرقية وسرعتها تكون بين 15 و20 عقدة مع هباية تتجاوز لـ 40 عقدة والبحر يكون قليل الاثتراب فمحليا مضترب كل عادة نعطيكم فكرة حول درجات الحرارة ببعض البلدان العربية والأوروبية بين وقشة 31-33 بالدار البيضاء بالجزائر نتوقع 32 درجة والتقس يكون صافي بترابولس 34 38 بالخرطوم مع بعض السحب بالقاهرة 39 درجات مرتفعة نسبيا بالمدينة المنورة 46-43 بمكة المكرمة 42 بالدوحة 36 بمسقط 38 بأبوظبي والأجواء تكون صافية درجات مرتفعة بالكويت 47-45 ببغداد بالقدس الشريف 32-31 ببيروت 36 بدمشق والتقس يكون صافي باسطنبول 29 مع بعض السحب برما زادة بعض السحب 38 وتقس صافي بجناف وباريز 29 بروكسيل 25 بعض السحب بلندن 23 درجات مرتفعة نسبيا بمدريد تكون في حدود 43 ولشبونة 34 درجات تطور الوضع الجوي إن شاء الله خلال الامات القليلة القادمة درجات الحرارة تتواصل في نفس المستويات أي في انخفاض نتوقع نزول بعض الأمتار المتفرقة والمؤقتة الرعدية بالشمال والوسط الغربي الريحة تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون قوية نسبة القربة السواحل خاصة بالجنوب وضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات والبحر يكون قليل الاتراب فمضطرب بخليج كابس وقليل الاتراب ببقية السواحل نهار الثانيين التقس بشيفة عامة أيضا يتواصل مستقر ويكون صافي الريحة تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة إلى معتدل البحر يكون قليل الاتراب في كامل مجالاتنا البحرية أوقات الشروق والغروب الشروق على ساعة 35 و 35 دقيقة والغروب على ساعة 17 دقيقة طرق التواصل والاتصال موقع الويب الخاص بالمعهد الوطني للرسل الجوي الموازع صوتي ولا صفحة الفيسبوك الخاصة بالمعهد مواعيد أصالات بمدينة تونس اليوم غد 3 صبح على ساعة 3 و 59 دقيقة الظهر متصف النهر و 31 دقيقة العصر على الساعة 14 دقيقة المغرب على الساعة 17 دقيقة والعيشاء على الساعة 48 دقيقة نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء اشتركوا في القناة